يلتحق بنا من الصنبول الصحفي السوري المعارضة لأستاذ أحمد زكريا أهلا بك إلى هذه النشرة من قناة الإخبارية لا هيئة التفاوض ولا الأكراد ولا باريس ولا واشنطن شاركوا في سوتي إذن لمن هذا المؤتمر؟ لماذا لم يتم تأجيله لمزيد من التنسيق والتشاور بين الأعضاء؟ ولماذا يقاتل الروس من أجله؟ السلام عليكم بداية أخياء الكريم موقف المعارضة الممثل بالهيئة العليا للمفاوضات وموقف شعب السوري وموقف كافة القوى السورية في داخل سوريا وفي خارجها ما يزال ثابتا متمسكين برفض هذا المؤتمر الكرنفالي برفض هذه المسرحية التي أنتجتها وأخرجتها روسيا ومن سيشاهدها هم مؤيدو النظام بتصور هذا المؤتمر ولد ميتا حتى منذ بدء التحضير له من قبل الطرف الروسي وعلى رغم الوثيقة الخماسية التي أصدرتها عدد من الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية داعين خلالها إلى أحياء العملية السياسية في جينيف وليس في سوتي هذه الوثيقة قد أطلقت رصاصة الرحمة على هذا المؤتمر إلا أن روسيا ورغم ذلك أصرت على عقد هذا المؤتمر رغم أيضا مقاطعة المعارضة له في إصرار وسعي من بوتين رئيس الروسي على إحراز نصر سياسي لو استطعنا القول على حساب النصر العسكري الذي بنظره أحرزه ضد المدنيين في الداخل السوري وضد فصائل المعارضة لذا تم عقد هذا المؤتمر الآن على الرغم من كل مقاطعاته لكن روسيا تحاول من خلال هذا الأمر تبيض صفحتها تحاول أن تقول بأنها شريك حقيقي للسوريين في الحل السياسي تحاول أن تظهر هذا الأمر تحاول أن تجمل وتبيض صفحتها إلا أنها حتى الآن لم تقم بلعب الدور الذي يؤهلها لذلك في ظل استمرار نزيف الدم وشلال الدم في سوريا والتصعيد والوعيد الذي نفذته قاعدة حميميم بعد أن أعلنت تصريحات سابقة مؤخرا بأن من لا يحضر هذا المؤتمر أو على المعارضة في حال لم تحضر المؤتمر فإن تبعاته ستكون وخيمة وهذا ما نشاهده الآن على الأرض في إدلب وفي الغوطة الشرقية هناك تصعيد هناك انتقام من المدنيين لرفض المعارضة الذهاب إلى سوتي يعني هذا ما هددت به روسيا بأن تدفع المعارضة كما قلت فترة رفض الذهاب إلى سوتي هل هناك أسوأ مما كان خلال السنوات الماضية ماذا بقي في جعبة روسيا لم يره المدنيون السوريون يعني هل من شيء جديد هذه المرة؟ بالفعل يعني لم يبقى هناك إلا أي نوع من الأسلحة إلا واستخدمته أي نوع من التصعيد إلا واستخدمته ضد الشعب السوري في الداخل السوري إن كان في ارتكاب المجازر إن كان في استداف البناء التحتية المرافق الخدمية استداف منهج المدارس استداف منهج المشافي والنقاط الطبية لدينا اليوم مدينة منكوبة هي مدينة سراقب تم إعلانها من قبل المجلس محلي منكوبة هناك خروج أفران عن الخدمة هناك أكثر من 16 قاتيل من المدنيين وأيضا عدد من المصابين بسبب هذا التصعيد الروسي ورغم ذلك تقول روسيا وتصير على عقد هذا المؤتمر الكرنفالي في محاولة منها لإصدار قرارات أو كل مخرجات أو مقرارات ستخرج من هذا المؤتمر في سعي روسي وفق الرؤية الروسية لا علاقة له بالمقرارات الدولية تحاول تشكيل بحث عدد من النقاط من ضمنها بحث السبل الكفيلة بالتسوية السياسية تشكيل لجنة لإعادة الدستور لإعادة إعمار البلاد متناسية ومهمشة لو استطعنا القول لموضوع ما ترمي إليه المعارضة هو موضوع بحث الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية بحث القرار 2018 بحث القرار 2054 كل ذلك نسفته وهمشته روسيا وفوق ذلك تصعد على المدنيين في رسالة واضحة للمعارضة إما الحضور إلى مؤتمر سوتي وإما الركوع وإما القتل المستمر في حال لم تحضروا إلى هذا المؤتمر ضاربة بعرض الحياة كل القرارات الدولية مرتكبة جرائم بحق الإنسانية بحق المدنيين السوريين وستستمر في هذا التصعيد على الرغم من ثبات الشعب السوري والقوى الثورية والمعارضة لمقاطعتها لهذا المؤتمر فأي عملية سياسية ستجري خلال يومين فقط في هذا الكرنفال ألف وسبعمائة شخص أشكرك سيد أحمد زكريا الصحفي السوري المعارض وأعتذر لم يبقى لدي المزيد من الوقت لهذه المقابلة